نهاردة أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاكم تحكيم مباراة القمة بين الزمالك والآلش مين الحكم؟ حكم السقحة؟ كابتن إبراهيم نور الدين ومعاه مساعد أول سامي هلهل ومعاه مساعد تاني هاني عبد الفتاح وهيكون حكم رابع الكابتن أحمد الغندور وفي الفيديو موجود محمد عادل ومساعد حكم فيديو عاطف حسين ويبقى فيه مساعد فيديو كمان آخر مساعد فيديو تاني الكابتن محمود أبو الرجال طيب أنا واقف عند حاجة في منتهى البساطة طبعا حالة جدل أول ما تم الإعلان حالة جدل كبيرة عند الجمهير لا جمهور الزمالك راضي ولا جمهور الأهل راضي والدنيا إيه لا ليه إبراهيم نور الدين وإبراهيم نور الدين مش عقف إيه عمتا أي حكم كان هيتم الإعلان عنه كان هيحصل لنفس حالة الجدل فيش حكم الناس بتتفق عليه حكم مصري فيش حكم مصري بيتتفقوا عليه أنا واقف عند حكتين فقط في هذا الأمر أنا مش مع الناس اللي إبراهيم نور الدين لأ هيبوز المطش لا إبراهيم نور الدين مش هو أحسن حكم يدري المطش ده لا لا خالص كل حكمنا إن شاء الله يقده بشكل كويس وأنا دايما بقول إن الحكم دلوقتي بقى عنده وسيلة مساعدة عظيمة جدا هي الفار الأخطاء الكارثية في أي مبارئة ضربت جزاء تسلل غلط طرد كان مفوز يديه كل ده هيبقى الفار يتدخل فمفهول ما تبقى الشعلاء الأول من حكم الساحة وده حكم له خبرات كبيرة وعظيمة كابتر إبراهيم نور الدين اتفقت أو اختلفت براحتك سؤاله خبراته أنا واقف عند حاجتين أول حاجة إنه تقال في تسريبات وتسريحات منسوبة لمصادر في لجنة الحكام والتحاد الكرة المصري إن إبراهيم نور الدين حصل على إدارة هذه المباراة كتكريم له في آخر موسم له في التحكيم أول حاجة دي كرسة لو هو ده سبب الاختيار إحنا حاولنا طبعا نتواصل مع لجنة الحكام قبل ما نخش هنا وهم طلبوا إنهم يدخلوا بس بعد المباراة ما حدش فيهم لا رئيس لجنة الحكام ولا نائب رئيس لجنة الحكام الحكام حابب إنه هو يخش دلوقتي حقهم بس اللي طلع ده غلط اللي طلع ده غلط إحنا نقول إن إحنا الكابتن إبراهيم نور الدين حكم المباراة دي إنه تقييمه بالنسبة لجنة الحكام هو أفضل حكم يدير هذه المباراة وليس تكريم عارف بالضبط عاملة زي إيه؟ زي مثلا فرقة عندها لعيب عنده 38 سنة 39 سنة وعنده مباراة مهمة جدا فنزله عشان يكرمه وهي مباراة مهمة جدا فالفرقة هتخسر ممكن تكرمه في مباراة سهلة خفيفة لكن مجرد تكريم دي تبقى مشكلة شايف إنه فنيا كويس حقك واختيارك فده أول حاجة أول ملحوظة أنا شفتها تاني ملحوظة بقى في تصريح وزع عن طريق المركز الإعلامي في الاتحاد المصري الكرة تتقدم منسوب لاتحاد الكرة المصري وليس مسؤول في اتحاد الكرة المصري منسوب لاتحاد الكرة المصري بيقول فيه إن إحنا مش اللي اختارنا إبراهيم نور الدين دي لجنة الحكام هي اللي اختارت وهي لجنة مستقلة تختار زي ما هي عايزة يا سلام يا سلام هنا ما تبقاش يا فندم والله ما تبقى مسؤول أنا بحبش النوعية دي من التصريحات اللي هي إيه يا عمنا مليش دعوة أنا أقول يا مليش دعوة بكسة المنور دي دي عشان لو بكرة عمنا مطش وحش يبقى أنا مليش دعوة دي لجنة الحكام اللي بقى نمشيها بقى مش مشكلة لكن أنا مليش دعوة لا أنت مسؤول اسمك مسؤول في اتحاد الكرة عدو مجلس إدارة رئيس اتحاد الكرة ما تقولش التصريح ده حتى لو هي حقيقة إنه لجنة الحكام هي اللي بتختار الحكام زي ما هي تشوف بس ما تخليش إيدك من المسؤولية ما تبقاش مسؤول اللي بيخاف ده بيبقاش مسؤول ما قسم كلمة مسؤول دي لو هو يتحمل المسؤولية مش مسؤول خلاص يبقى مش ما فوت يبقى موجود فدي ما عجبتنيش يعني لما لقى الناس عالسوش الميديا سخنانة وليه برايمنوا فتحكوا قالك لقى مليش دعوة يا راجل طب انت ما كانش ليك دعوة بتعيين حكام أجانب في مباراة نهاية الكاس ما قول لجنة الحكام بريلا كان عايز حكام مصريين وجيه حكام أجانب اشمعنا اشمعنا هنا بقى بريلا ما اختارش في حاجات كده اللي هي يعني قول أنا مسؤول قول إن شاء يعني لو انت عايز توزع تصريح للإعلام قول كابتر إبراهيم نور الدين حكم كبير ومعه تاكم تحكيم كبير ووثقين فيهم إن هم يقدوا مباراة كويسة صح كده لك أنا أطلع أقول أنا مليش دعوة قام له مباراة تقام إذا كان إحنا كإعلاميين أو الجماهير اتحاد الكورة نفسه تملص من الأمر وقال لك همليش دعوة إحنا يعني هنقول له والله إبراهيم نور الدين كويس إنه هو اللي هيديني المباراة أنا شخصيا توقعي إن كابتر إبراهيم نور الدين هي من مباراة محترمة توقعي بس الدوشة دي بتبقى عارفة يعني أنت بتساهم فيها بتساعد فيها دي حكاية ترجمة نانسي قنقر